أهلا بكم من جديد أصدرت ميليشيا الحوثي تعميما بتوزيع خطبة جمعة موحدة في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها وتضمنت الخطبة تداعيات الحرب من وجهة نظر الميليشيا اعتبرت قوات التحالف معتديا كما اتهمت الرئيس عبد الرب منصر هدي والحكومة بالخيانة التفاصيل في سياق التقرير التالي تطور جديد يظهر إلى السطح ويكشف عن نوايا جماعة الحوثيين من خلال إزدار تعميم جديد بتوحيد خطبة صلاة الجمعة في جميع مساجد العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي لا تزال تحت قبضتها تداول ناشطون نسخا مصورة لنص خطبة الجمعة الصادرة عن وزغة الأوقاف والإرشاد الخاضعة لسيطرة الجماعة وهو ما أثار سخرية واسعة يخرج النصرة في هذه الصور يظهر مجموعة من المصلين وهم يغادرون المسجد بمجرد صعود أحد خطباء اليماعة الحوثيين على المنبر ويرى مراقبون بأن الجماعة تسعى إلى فرض خطاب تعبوي خطير وهو ما يدفع البعض إلى الخوف من أن يذكي هذا الأمر بعدا طائفيا قد يمزق النسيج الاجتماعي لليمنيين تحدث الحوثيون في خطبة الجمعة الأخيرة عن تداعيات الحرب من وجهة نظرهم فقط كما أثنوا على صمود أنصارهم خلال أكثر من ستة أشهر ووصفوا هذا الصمود بالتأييد الإلهي والمعجزات السماوية غير آبهين بما فعلوا بحياة المدنيين وتدمير الدولة والمدن مستمرين في الانشغال باتهام الرئيس هادي والحكومة الشرعية بالخيانة لا يعرف اليمنيون ما هي انتصارات الجماعة الربانية التي يتحدثون عنها مقابل كثرة قوات التحالف وضعفهم كما يقولون سبقا أجبرت جماعة الحوثيين عددا من خطباء المساجد في العاصمة صنعا على ترك المنابر منصبة خطباء آخرين يتبعونها بدلا عنهم وتمارس الجماعة انتهاكات واسعة بحق المساجد فلم يتوقف الأمر عند تغيير خطبائها فقط بل تقاوز ذلك إلى تغيير أسماء بعض منها